الأمن الانتخابي يتصدر قائمة الأولويات تقول بغداد التي تسعى إلى تنظيم الانتخابات المبكرة في تشرين الأول اكتوبر المقبل عمليات بغداد شرعت بوضع خطة أمنية جديدة تقضي بتجديد الإجراءات لحماية المراكز الانتخابية ومخازن الدعم اللوجستي لمفوضية الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا ومفوضية الانتخابات نحتاج الآن إلى فرض بيئة منية عالية المستوى من الحفاظ على الناخبين وكذلك الحفاظ على بيئة سليمة للناخبين في مراكز الانتخابات التأثيرات السلبية الآن غير مرغوبة فيها بعيدا من مراكز المدن تحركت قوى الأمن بعمليات السباقية لملاحقة تجمعات داعش ومنع تنامي قدرات الخلايا النائمة التي تهدد الأمن والاستقرار وصولا إلى التأثير في أجواء الانتخابات المبكرة الجو الانتخابي يجب أن يكون الجو السياسي غير ساخن يكون أن تكون هدوء سياسي ليس بالانتخابات تجري بأجواء سلاح منفلت المال السياسي يجب أن تكون القوات الأمنية هي رصد لكل المحاولات مفوضية الانتخابات التي أعلنت الجاهزية التامة لتنظيم الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد وضعت المسئولية في ملعب الحكومة لحماية العملية الانتخابية وتهيئة الظروف المناسبة لذلك اقتراب موعد الانتخابات المبكرة وتسجيل أحداث أمنية متفرقة عاملان دفعا الحكومة إلى تسريع وتيرة الإجراءات الميدانية داخل المدن وخارجها لضمان الأمن الانتخابي الذي تتحمل مسؤوليته القيادة العامة للقوات المسلحة وأجهزتها الأمنية محمد الفهد بغداد الميادي